العملية الانتخابية لرئاسيات الجزائر بتوافد معتبر للقنوات الأجنبية لتغطية هذا الاستحقاق الراسي الحاسم تقرير ليليا داود وفارق خليفي حيث تتنافس مع الإعلام المحلي لتقديم تغطية إخبارية تكون في مستوى الحدث الجزائري تقوم تغطية فرانس فنتكات لهذه الانتخابات الرئاسية الجزائرية على أساسين الأساس الأول هو طبعا الميدان نحن هنا فريق عمل يمثل القنوات الثلاث لفرانس بنتكات العربية والفرانسية والانجليزية الجزائر بلد يهم كثيرا أي قناة دولية لا نتعرف لها لأن الانتخابات والإعلام هي مهم جدًا هذا لذلك أكثر نتعرف لهم بعض المراقبين والمشرفين على عملية التصويت أكدوا توافد عدد هائل من وسائل الإعلام الأجنبية لمكاتب الاقتراع كل مراكز مغطاة بصحافة الأجنبية وهذا إن لم يدل إنما يدل على شيء وهو أهمية الحدث اللي هو اختيار الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذا ومنحت وزارة الاتصال أزيت من 200 مراسل من مختلف وسائل الإعلام الأجنبية تصاريح لتغطية الانتخابات الرئاسية ما يعكس مكانة الجزائر في المحافل الدولية والاهتمام الذي تحظى به في العالم وحسب النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات فازل المترجح الحر عبدالعزيز أبو تفليقة بالأغلبية الساحقة في معظم مكاتب الاقتراع على مستوى الخارج حيث تحصل الرئيس المترجح لنسبة 70% في فرنسا و67% في إسبانيا و68% في إيطاليا أما على المستوى الوطني فقد أسفلت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات بتوفوق واكتساح سيد عبدالعزيز أبو تفليقة في مختلف ولايات الوطن ففي ولاية تيبازا قدرت النسبة بـ 82.9% ولاية بومرداس 74% بجايا بـ 44.1% ولاية تيزيوزو 60% خمشلة 52% قسنطين بـ 71% أما ولاية تشلف 87% أضرار والغوات وبشار وسيدي بالعباس وولاية سمسيلت أيضا بـ 93% أما ولاية أم البواقفي فبالنسبة قدرت بـ 54.1% أبتنا 38.8% بسكرة 83% البويرة 78% تمنرس 94% وتبسة 85% تلمسان أيضا هي الأخرى بـ 92% الجلفة 72% وولاية تصطيف وعنبعفون بـ 76% ولاية تسعيدا 63% البيض 94% إليزي 87% برج بورورينيج عفواً 69% مثلة 86.18% أما ولاية البوليدا فـ 81% قسنطين بـ 71.63% غريزان في الصدارة بـ 95.5% هذا وتراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت بالجزائر أمس الخميس 17 أبريل بـ 22.41% بناء على نسبة التصويت المعلنة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز في آخر تصريح أدل به عقب انهاء أو انتهاء عملية الفرس فقد بلغت نسبة تصويت الإجمالية حسب ما أعلنه الوزير بلعيز 51.70% بينما بلغت نسبة المشاركة 74.11% في رئاسيات 2009 وشركت 6 مترشحين في كل من انتخابات 2009 وانتخابات 2014 لكن دخول المترشح علي بن فليس سباق شكل الإضافة التي زادت في نسبة المشاركة وانقذت الاستحقاق من شبح المقاطعة التي دعت إليها أحزاب وشخصية سياسية لها ثقلها أيضا هذا وينتظر أن يعلن الرئيس عبدالعزيز ابو تفريق الذي انتخب أمس لعدة رابع عن مختلف الإصلاحات التي وعد بها خلال حملته الانتخابية من طرف مدير حملته عبدالملك سلال وفي هذا أشأن كان بو تفريق قد تعهد في رسالة عفوا عشية بدء الحملة الانتخابية بإجراء مراجعة للدستور خلال السنة الجارية وقال بو تفريق في رسالته أنه في حالة ما جدد لي شعب الجزائري ثقته فإنني أتعهد بأنني سأسعى مع كافة الفاعلين الممثلين لسائر الأطياف أو أطياف المجتمع إلى إيجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكامة يتجوب وتطلعات شعبنا وأماله وأكد الرئيس أبو تفريق في هذا السياق أنه سيتجسد نموذج الحكامة هذا عبر مراجعة للدستور وسنشرع في إجرائها في غضون الساعة أو سنة الجارية من جهته أعرب المترشح الحر للانتخابات الرئاسي علي بن فليس مساء أمس الخميس عن رفضه نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا وعدم قبولها بأي شكل وتحت أي ضرف وأفد بن فليس في تصريح للصحافة بمقر مدومته الانتخابية في ساعة متأخرة من ليلة أمس أنه أحيط كل المواطنين والمواطنين أنني لن أقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ضرف من الظروف بهذه النتائج التي أرفضها جملة وتفصيلا وأضف بن فليس أنه يندد بكل قوة اللجوء إلى التزوير الشامل الذي أخمد صوت التعبير الحري حسبه وبهذا نقول مشاهدين مهما كانت النتائج ومهما كان الفائز بالانتخابات